موسيقى مرحبا احنا من ستاند كادلك حاليا بمعرض دبي الدول للسيارات ومعنا السيد ريمون حنوش مدير عام ليبرتي للسيارات في الامارات العربية المتحدة موسيقى تحب تخبرني شوي عن شو عدمت ليبرتي عيسني في معرض دبي الدولي للسيارات وخاصة مع كادلك نعم طبعا كادلك نماتوا في الستاند الاول مرة منعلم عن سيارة اسكالا طبعا من كادلاك في الشاحنة وصل ونحن من ليبرتي بجئتنا عاملين عروض مصان هذه للعرض كيف تطلعين انتو لمستقبل كادلاك والعنواع السيارات التانية اللي تحت ليبرتي بالنسبة للسنة الجاي الالفين وثمانتعاش نعم طبعا احنا بالاضافة كما بتعرف عنا شفرلي منمثل شفرلي وعوبيل في الدولي وطبعا العروض تشمل مش بس كادلاك تشمل البرندات التانية أيضا كيف نشوف السنة طبعا السنة راح نكون هنسكرها بشكل ايجابي وكان عنا نمو بمبيعاتها بالأخص بكادلاك بس انه كانت جيدا وشو الموديلات اللي انت برأيك بما انك اللي احضرت الشو انه لازم تطلع على إلها بعمل 2018 من كادلاك والترازات التانية اللي عم تقدموها مثل عوبل نعم بكادلاك نحن من ما بتعرف في عنا الاكس تي فاي الاكس تي فاي والسي تي سيكس سيارتين تم الإعلان عنهم او عرضهم بمع بداية السنة هاي فكانت السيارات الدول هما يعتبروا الايكون للبراند بالاضافة الى اسكليت وهي السيارات المميزة والعلاح المعروف الاسيو في طبعا معروف الاسيو في نعم بعمل الفخامي اكيد طبعا بشفر الاي كمان ما بننسى اليوم تم اطلاق كورويت سي ار وان مزبوط حضرنا اللاوج تعتبر الاسرع والاقوى وكمان اطلقوا التاهو اللي هي من اقوى سيارات الاسيو في حاليا بالاسواع صحيح فنعم أوقات ممتعة إن شاء الله بشكرك مرة ثانية ريمون شكراً لإنترفيو اللي أعطيتنا إياه وإن شاء الله مستقبل واعد مع كل الترازات اللي عم تقدموها من الليبرتي شكراً بالتوفي مع السلامة